في مفاجأة غير متوقعة أعلن المخرج داود عبدالسيد اعتزاله الإخراج وكان السبب مفاجأة لكتير من محبيه وجمهوره والشعبية الكبيرة اللي بيتمتع بيها المخرج داود عبدالسيد ومن خلال تصريحات تلفزيونية ليه في برنامج المساء مع قصواء اللي بتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي وبيتزاع على شاشة الـ CBC قال المخرج داود عبدالسيد أنه قرر اعتزال الإخراج بشكل نهائي ومش هيرجع للعمل تاني وكانت المفاجأة في سبب اعتزال المخرج داود عبدالسيد واللي قال أنه خد القرار دا لأنه مش هيقدر يتعامل مع نوعية الأفلام اللي بيفضلها الجمهور حاليا وقال المخرج داود عبدالسيد مقدرش أتعامل مع الجمهور الموجود حاليا ونوعية الأفلام اللي بيفضلها لأنه بيبحث عن التسليم وقال المخرج داود عبد السيد ان افلام التسلية تعتبر ممولة بشكل كبير في حين انه بيفضل يكون تمويل الفيلم من تذكرة السينما وقال انه شايف ان الجمهور حاليا بقى بيدور على التسلية مش منقشة القضايا وقال المخرج هتلاقي في الافلام اللي بتتعمل دلوقتي بيقوم البطل بتحطيم عربيتين زي ما بيحصل في بعض الافلام الامريكية هل الامر دا مهم للمشاهد ان يشوفوا؟ انا شايف ان النوعية دي من المشاهد غردوا التسلية مش للبحث عن شيء حقيقي في النفس البشرية ولا فيه فايدة للجمهور والمشاهدين من مشهد بيمسك البطل فيه سلاح عالي ودرب رصاص المشاهد دي مش هتشوفها في الحقيقة وخاصة العربيات اللي بيتم تحطيمها الا في حالات محدودة قرار المخرج داود عبدالسيد لقى موجة كبيرة من ردود الافعال خاصة بعد انتشار تصريحاته اللي تكلم فيها عن الافلام اللي بتتعمل الفترة دي المنتج محمد العدل علع على اعتزال داود وكتب أستاذ داود عبدالسيد أفخر بإني عشرتك وصديقتك واستمعت لأفكارك رغم حزني الشديد على قرارك لكن لك كل الحق قرارك قرار سليم جدا ويتفق مع المعطيات الموجودة خالص طحياتي وحبي وامتناني لشخصك الكريم أما الناقد السينمائي طارق الشناوي فعبر عن استياءه الشديد من خبر اعتزال المخرج داود عبدالسيد وقال طارق الشناوي أنا أول مرة أعرف الخبر دلوقتي داود عبدالسيد بالفعل بقاله عدة سنوات بعيدة عن الاستوديوهات لكن واحد زيه ما ينفعش يعتزل وهو مطلوب لحد دلوقتي ورأيي أنه لازم كلنا نطالب بعدم ابتعاده لأن اعتزاله ومش مجرد اعتزال أحد المخرجين اعتزاله إهانة كبيرة لينا كلنا داود عبدالسيد من موليد 23 نوفمبر سنة 1946 بدأ حياته العملية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام أهمها فيلم الأرض ليوسف شهين الرجل الذي فقد ظله لكمال الشيخ أوهام الحب لممدوح شكري وبعد فترة قرر المخرج داود عبدالسيد الابتعاد عن الفن وقال عن الفترة دي ما كنتش بحب مهنة المساعد كنت تعيز جدا وزهين قرر عبدالسيد أنه يشيل كاميرا وينطلق بيها في شوارع القاهرة وأنه يعمل أفلام تسجيلية اجتماعية وقدرت الأفلام دي أنها تحقق لداود عبدالسيد فرصة للاحتكاك المباشر مع الناس ومعرفة أوسع وأعمق بالمجتمع المصري بكافة طبقاته من المفارقات أن المخرج داود عبدالسيد عمره مفكر أنه يكون مخرج وده اللي قاله في لقاء تلفزيوني ليه قبل كده وقال داود عبدالسيد ما كانش من ضمن طموحي أنه أكون مخرج سينمائي كنت عاوز أكون صحفي إلا أن اللي غير حياتي هو ابن خلتي وكان بيعشق مشاهدة الرسوم المتحركة وتطور معاه الأمر لشراء كاميرا وعمل بعض المحاولات في البيت وتدريجياً تعددت علاقاته بالعملين في مجال السينما وكان ابن خلتي بياخدني معاه لأستوديو جلال واللي حصل يومها أني انبهرت بالسينما بصورة مذهلة والأمر دا معرفتش أفسره لحد دلوقتي وبعدها قررت دخول معهد السينما اشتركوا في القناة